نجحت مستشفيات السيوط الجامعية في الحصول على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة وذلك كأول مركز طبي معتمد دوليا على مستوى مصر ودول الشرق الأوسط ويعد هذا الإنجاز ثمرة للتعاون المشترك بين قسم جراحة العظام وعلاج الكسور وقسم الطب الطبعي والروماتيزم والتأهيل من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة لصالح علاج المرضى بمستشفيات السيوط الجامعية نجحت مستشفيات جامعة السيوط في الحصول على المركز الأول والنجمة الذهبية كأول مركز طبي معتمد لعلاج الكسور النتج عن هشاشة العظام النجمة الذهبية دي بتقدمها الانترناشونال أستي فروزيس فونديشن ودي هيئة دولية تعتمد المركز الطبية المتميزة في علاج هذا النوع من الكسور والناتج عن هشاشة العظام البروجيكت البحثي ده الحمد لله يعني للسنتر بتاع السيوط هنا أخدنا المركز الأول زي ما هذا كان فعل مستشفيات الجمهورية خدنا فيه النجمة الذهبية ودي صراحة يعني الحمد لله إحنا كنت بأسهل كلية كبيرة وكلية عريقة مستشفيات جامعية عدد كبيرة خدمة تقريبا أغلب صعيد مصر فدايما إحنا مشاركين في الأبحاث والمشروعات البحثية وكل ما يؤدي إلى تحديث أولا مواكبة طبعا لكل ما هو حديث وتحديث الأنظمة الطبية والعلاجية مما يؤدي في النهاية إلى ارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة المواطنية هذا كان مشروع بحثي تم في عدة مراكز طبية وجامعات مصرية اشترك فيها باحثون مصريون الهدف كان من البحث هو أننا نقيس نسبة الكثور التي ترد إلى المستشفيات المشتركة في البحث الكثور المترتبة على الشاشة العظام وكيفية التعامل مع هذه الكثور وإيجاد معامل أو أداة تساعد على قياس هشاشة العظام وتوقع حدوث الكثور قبل أن تحدث